السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم حبابي إن شاء الله يراب تكونوا بخير وصحة وسلامة اليوم برح نعمل وصفة خبز الطابون في البيت طبعا أنا عملتها معاكم من كبل بس انطلبت مني وحبيت أعملها كمان دور طبعا خبز الطابون كثير كثير طيب وخاصة يعني بشهر رمضان أطيب وأطيب بيكون طعمه الواحد بيكون صايم طول اليوم وبيفطر على خبز طابون طبعا مع الأكلات الطيبة ولا أطيب من هيك خبز في البيت ومكوناتها سهلة وبكل سهولة ممكن إننا نعمل وإذا اتبعته جميع الخطوات طبعا هون اللهم صلو وسلم على سيدنا محمد في عندي هون ست أكواب طحين أبيض ضفت عليه ملعكة طعام من الملح ملعكة من الخميرة الفورية وحركتهم مع بعض نحرك الموناء كونات الجافة ورح يكون معايا مية فاترة طيب المية هون طبعا بدي أشوف هلا كديش رح أحتاج للطحين رح أحكي لكم إن شاء الله وأكتب جميع المقادير بصندوق الوصف والكمية طبعا بنظل نضيف في المية أول إشي بنظيف كمية بسيطة بنظل نضيف في المي لبين ما نحصل على عجينة تكون طرية هيك يعني أطرى من عجينة البيتسة لأنها إذا كانت شدة كثير معانا بيطلع الخبز هيك يعني ما بيكون طري بيكون ناشف شوية فمش لازم تكون جامدة لازم تكون عجينة الخبز الطبون تكون طرية شوية أنا كمان عملت لكم فيديو اليوم كليته العجينة باللطحين الأبيض يعني ما ضفت عليها ضحين كمح ولا لطحين الأصمر بالطحين الأبيض الخالص المتعدد الاستعمالات زي ما أنتوا شايفين حبيبي بنظل نعجن فيها لبين ما نحصل على قوام العجين المطلوب طبعا إذا عندكم عجانة استخدموا العجانة أنا بحب عجنة على إيدي فعجنتهم بإيدي زي ما أنتوا شايفين بنظل نلم ونعجن في العجينة منيح منيح علشان ما يكون فيه أي تكتلات بالعجينة وتكون عنا عجينة لينة ورخوة شوي يعني خبز الطابون كثير كثير طيب على الفطور مع الحوادر مع أكلات الغماس كثير كثير طيب والكل بيحبوا طبعا بتخيلوا لما تخبزوا ورحت الخبز يطلع في البيت ما شاء الله يعني يعني جد الريحة لحالها بتشبع فهنا تقريبا أنا قربت على انتهاء العجينة بتظل تعجن فيها تقريبا مدة عشر دكائق لبينما تتعجن معاكم العجينة وتصير معاكم هيك شوية رخوة الله ما أصلي وسلم على سيدنا محمد شايفين هيك بتصير تمط معاكم هي بهذا الشكل طبعا في الآخر فيكم تجيبوا شوية من زيت الزيتون وتعودوا تعجنوها أو يعني اتملسو السطح العجينة بشوية من زيت الزيتون أو زيت نباتي زي ما انتم بتحبوا بتعملوا أنا دائما بحب بشوية زيت زيتون هيك أعجنها في الآخر بهذا الشكل وقلمها على بعض بيعطيها شوية نعومة زيت الزيتون وكمان بتكون طرية وبتكون طعم كثير طيب رح اكتب لكم المكادير الماء كديش استخدمت وطبعا والطحين بصندوق الوصف فيكنوا تنزلوا أسفل الفيديو تحت العنوان بتكبسوا عليه بتدخلوا على صندوق الوصف بتشوفوا المكادير طبعا هون هلا رح اغطيه وفيكم تغطوه بحرام كمان حسب درجة حرارة الغرفة عندكم بتخلوه يتخمر تكريبا مدة 45 لساعة انا بخليه دايما يتخمر مدة ساعة بيعطيني النتيجة هيك احسن طبعا هون بتغطوه بتتركوه على جنب لبين ما نبلش نشتغل فيه طبعا هون بعد ما خمر العجين ما شاء الله شايفين كيف العجين اضعفات والخميرة متفاعلة دايما تأكدوا انه الخميرة اللي بتستعملوها انها تكون صالحة رح اجيب رشته طحين وابلش هون اقطع بالعجين طبعا اول اشي رح نفرغ الهواء وقلم العجينة بهذا الشكل زي ما انتم شايفين وبعدها بدي ارش طبعا اطحين على الصينية وابلش اقطع في العجين رشينا هون لطحين على الصينية اللي بدي اقطع العجين عليها وبكون مجهزة عندي صحن فيه طحين من الجنب بقطع بهاي الطريقة بقطع طبعا بالنسبة للحجم انتم بتقطع الحجم اللي بناسبكم انا قطعتها بحجم وساط وبنعملها بنلمها مع الطحين بهذا الشكل علشان ما تلزك معنا العجينة شايفين ولا اسهل من هيك طبعا دايما اقطع من الجنب بقطع يعني هدولا ست كسات الطحين رح يعملول لي ثلاث ارغفة حجم يعني وساط او حجم منيح ورغيف صغير طبعا اذا بدي ايهم اكبار يعني بيعملول لي اربع ارغفة اكبار عفوا بيعملول لي ثلاث ارغفة اكبار وهاي القطعة الصغيرة وهيك صارت قطعاتنا جاهزين رح اخليهم يتريحوا كمان خمس دكايك طبعا عندي انا صنية عليها احجار الوادي او الرضف حمي الفرن على درجة حرارة خمسمية فهرانهايت بالنسبة للفرن في البلاد العربية بتصور بتوصل درجة الحرارة لمتين او مئة وثمانين المهم علو الفرن حموه على اعلى درجة عندكم لان الخبز لازم يكون الفرن حامي اذا كان الفرن بارد او وسط بيطلع الخبز معانا ناشف طبعا بحميه وهلا بدي ابلش حميت الرضف على الصنية هلا بدي ارق زي ما انتم شايفين اول اشي وزعت الرضف عشان يكون عشكل دائري وركيت الرغيف على السطح الكاونتر وبعدين لوحته على ايدي سيما انتم شايفين من ايد لايد بهاي الطريقة وفردته في الصنية شايفين هلا راح احطه على الرفي التحتاني بمجرد ما يتحمر من تحت شوية هاي طريقة من طريقة الخبزة وفي كمان طريقة فيكم ما تولعوا الفرن من تحت ولعوا الشوية بتحطوا الفرن تحت الشوية بمجرد ما ياخد لون زي ما اخد لون زي ما انتم شايفين ما شاء الله بتكلبوه على الوجه الثاني بتخلوه يتحمر وياخد كمان لون بسيط شايفين انا كلبته هون راح حلا ياخد لون وبعدينها هيك الرغيف بكون عنا مستوي والطريقة اذا بتخبزوه تحت الشوية بتحمروه على كل جهة يعني بيستوي على كل جهة بياخد لون بسيط زي هذا اللون شايفين اللون بجنن هاي الطريقة باسرع وكمان بيضل الخبز اطرع فطبعا بتكلبوه على الجهتين بمجرد ما يتحمر من فوق بتكلبوه الرغيف على الجهة الثانية يتحمر تحميره بسيطة وهذا صار معانا خبز الطابون جاهز ما شاء الله شايفين بيشاهه بيشاهه وكمان طري يعني رغد وان شاء الله يارب بتكونوا عجبكم الفيديو وحبيتوا الفيديو اكتبولي بالتعليقات اذا بتطبقوا الوصفة اذا بتعملوا خبز الطابون بنفس الطريقة وهن راح انهي الفيديو حبابي واستنوني بوصفات وفيديوهات جديدة وما تنسوني من دعمكم بي بي ترجمة نانسي قنقر